بسؤال الأخت محمد تقول أني في مثل مراجعات المستشفى وفي غير يكون هناك صلاة انتظار تجمع النساء والرجال وأنا ألقى عليهم السلام لا أرفعه الصوت كثيرا فينكر علي أولادي وبناتي هذا الأمر أيضا ربما تجد شيء من المنكرات على مرأة أو حتى على رجل فتنصح فتقول هل إنكاري هذا جائز وهل رفعي للسلام أو رفع صوتي بالسلام جائز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من الأعمال الصالحة إلقاء السلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمور الإسلام والإيمان السلام على من عرفت ومن لم تعرف وإذا كان يلقاء المرأة للسلام على امرأة أخرى أو جماعة من النساء من الأمور المستحسنة فكذلك يظهر أنه لا بأس بإلقاء السلام على مجمع فيه رجال ونساء إذا كان ذلك بدون خضوع في القول وبدون تحسين لللفظ وخصوصا إذا كان هناك شيء من المعرفة فيما يتعلق بالملقى عليهم السلام وإذا كانت السائلة تقول أنا أخفض صوتي بالسلام فحينئذ هذا حريب أن يكون أولى بالإباحة والجواز وأما بالنسبة للنصيحة إذا وجدت امرأة قد أظهرت منكرة فهذا من الأمور المستحسنة والكلام الجميل وهو مما يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة وأما نصيحتها لرجل أجنبي في الشارع خصوصا إذا كانت وحدها فلا أشير عليها به لما يخشى من التداعيات التي قد تترتب على مثل ذلك موسيقى